درجة الشد في تونس تبلغ مستويات عالية الكل يريد أن تميل الكفة لصالحه فبعد الإجراءات الاستثنائية جويليا الفارط المتبوعة بقرارات أخرى قبل نحو أسبوعين دعا الرئيس التونسي قيسعيد في الساعات الأخيرة إلى ضرورة تنظيم حوار قريبا سندخل إن شاء الله في الأيام القادمة إلى حوار ولكن حوار الصادقين الثابتين الذين لا يتلونون كل يوم بلون قيسعيد وصف هذه الخطوة بالمختلفة حين أشار في لقاء له بقصر قرطاج مع سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى أنه سيعمل على تنظيم حوار مختلف عن الحوارات الشكلية السابقة في الكفة الأخرى هناك من يبحث عن تشكيل مشهد سياسي جديد عنوانه معارضة الرئيس عيد والإجراءات التي اتخذها منذ توليه السلطة حركة النهضة دعت بدورها إلى حوار وطني شامل لتشكيل جبهة سياسية تسرع باستئناف الديمقراطية وفق تعبيرها جبهة تلتقي في هدف رفض قرارات الرئيس بغض النظر عن التوجهات الأيديولوجية والسياسية تونس التي تمر بمرحلة دقيقة سياسيا زادها تأزما وضعها الاقتصادي حيث بلغ العجز في الميزانية ثلاثة فاصل اثنين مليار دولار أي ستة فاصل سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ترجمة نانسي قنقر